يقول إن فيه رجل له أرض واسعة وفي الأرض جنينة فيها نخيل وثمار وعنده ذرية رجال والنساء ولما كبر وتقدم عمره ترك وصية وقال إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولاد الذكور ولذريتهم أما بناتي لا حق لهن في الوقف ولا يرثون وفعلا هذا الرجل توفي وابنه نفذ هذه الوصية فحرم البنات وذريتهم فهل يصح هذا الوقف وهل يؤثم هذا الرجل نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال الصحيح هو ما نقول أهل العلم في هذه المسألة إنه لا يجوز أن نخص أحدا من ورثته بشيء من الوصية وأن هذه الوصية باطلة وأنه يجب أن ترد في المراث ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسم المراث بين مستحقه وأخبر أنه تعالى فرض ذلك فريضة وأنه لا يعلم أحد مننا أيهم أقرب لنا نفعا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد ترجمة نانسي قنقر